انتخابات الرئاسة ده جزء برضو من الحاجات الحلوة اللي احنا شايفينها يعني لما المتحدة الخدمات العالمية قالت لك انه لكل واحد في مية دقيقة اعلان مجاني لكل مرشح من المرشحين المرشح اللي هو السيد عبد الفتاح السيسي المهندس حزم عمر السيد عبد السند يمامة السيد فريد زهران دول اربع مرشحين بيتنافسوا على انتخابات الرئاسة اللي بكرة ان شاء الله هيبقى الانتخابات خاصة بالمصريين في الخارج لمدة 3 ايام اللي هو يوم الجمعة والسبت والحد وان شاء الله باذن الله الانتخابات الخاصة بالمصريين في الداخل باذن الله هتبقى الاسبوع اللي بعدين اللي هو 10 و11 و12 وهتبدأ انا مبسوط زي ما اقول حضراتكم يعني حد 2-3 اللي هو الاسبوع اللي بعدين ده في الداخل باذن الله الاسبوع اللي بعدين انا مبسوط زي ما اقول لحضراتكم انه هذا الشكل وهذا النموذج انت بتحط كرسي في غرفة الديمقراطية اللي بيحصل ده بالزبط كده انت بتحط ترابيزة في غرفة الديمقراطية عشان نقعد بقى ونتلم اللي بيقولك لا دي حاجة صحية جدا اللي بيحصل في هذه الانتخابات حاجة صحية ومحترمة ومعتبرة وبلائي حتى الزملاء وهم دلوقتي الاسدزة المرشحين لانتخابات الرئاسة بلاقيهم مع زملائي وهم بيتكلموا في برامجهم الانتخابية بلاقي في نموذج من نماذج الاحترام للمرشح الاخر محدش يتكلم على المرشح الاخر كلام لا تلاسن ولا تلقيح ولا قال كلمة كده ولا كده كل واحد مهموم بالنموذج اللي هيقدمه للمواطن المصري زي ما بقول لحضرتك تاني هو المأمول مش هتاخده بنسبة 100% لكن بداية المأمول فعلا في هذه الانتخابات ان انت بتشوف مرشحين الاعلام كله بيتكلم على الاربع مرشحين الاعلام كله بيتكلم على الادوات بتاعت المرشحين الاعلام كله بيتكلم على برامج المرشحين في رئيس موجود هذا الرئيس مرشح نفسه لدورة قادمة هذا الرئيس من حقه انه حضرتك تتناول انجازاته في هذا الامر لكن المرشحين الاخرين ليس من حقه لك لا من حقه ويطلع في التلفزيون ويطلع في البرامج ده ما كناش بنشوفه ده ما كناش الموضوع مش مناظرات ابدا الموضوع طرح مهم وحي ويقترم بالشارع المصري من خلال هؤلاء المرشحين زي ما اقول حردك تاني هذه الانتخابات هي طاولة في غرفة الديموقراطية المصرية ده تحبير مهم لازم ناخد بالنا منه بنحط احنا بنعمل بناء للديموقراطية فبإذن الله نشوف هذا الامر أو نشوف هذه الانتخابات بالشكل المطلوب بكرة الخارج بكرة زي ما اقول لحضراتكم نيوزولندا معلش عشان التوقيت فهتبدأ النهاردة الساعة عشرة مساء بتوقيتنا احنا فبقية الدول هتبدأ تبقى بكرة أو في بداية اليوم لكن احنا واحد واثنين وتلاتة ده الانتخابات الرئاسية في الخارج كل واحد يدلق بصوته لمن يريد لمن يريد وبعد كده عشرة واحد عشر واثناشر الانتخابات في الدخل اشتركوا في القناة